بسم الله الرحمن الرحيم طلاب وطالبات الصف الأول المتوسط السلام عليكم وأهلا بكم درسكم لهذا اليوم صفحة 30 بالإضافة إلى صفحة 31 عزيز الطالب عدي هنا أكيد مجموعة تمارين أحلهن أترجمين أنولك على أهم التمارين اللي موجودة طبعا الصفحتين يعتبرن لسن 5 الدرس الخامس لليونتو للوحدة الثانية كان درسي بعنوان Life في الحياة in Baronic أو Baranoc تقدر تقول Baronic وتقدر تقول Baranoc وأني اشرحته وفصلته في كتاب ملون عزيز الطالب عن هذه المدينة والحقاق والناس وكيفية العيش إن شاء الله بهذا الدرس راح أجاوب لكم على التمارين اللي تخص قطعتها نجانيكم للتمرين الأول يقول ما هي المشاكل دو بيبل الناس مشاكل الناس إن Baranoc في هذه المدينة يعني المشاكل اللي يتواجه الناس بهذه المدينة هاذ وذي ستينغز مع تلك الأشياء وين الأشياء؟ هذه واحد من الأشياء اللي موجودة بالصورة زين هاي المشكلة شنو لو تلاحظ أنا كاتب لك يا هنا Drinking water اللي هو ماء الشرب comes يأتي in blocks لاحظ blocks على هيئة قوالب على هيئة كتل okay of ice كتل من الجليد لاحظ blocks معناها قوالب كتل of ice من الجليد هذه واحدة من المشاكل اللي واجهوها إنه ماء الشرب يأتي في على هيئة أو على شكل كتل أو قوالب of ice من الجليد ننتقل الآن ياكم المن للمشكلة الثانية ولو تلاحظ temperature درجة حرارة warning تحذير وإلى آخره فهنا المشكلة ش رح يكون the battery battery اللي هي البطارية in mobile phones or mobile phones in mobile phones في الهواتف النقالة البطارية في الهواتف النقالة only last فقط تدوم شوف كلمة last هنا معناه تدوم a very short time يعني وقت قصير جدا هذه أيضا مشكلة البطارية بالهواتف النقالة فقط تدوم لوقت قصير جدا نروح آن ياك للصورة الثالثة والمشكلة الثالثة اللي هي C ولو تلاحظ هنا the petrol اللي هو الوقود البانزين ووقود السيارة in cars الموجود في السيارات freezes يتجمد لاحظ كلمة freezes يتجمد فهذه أيضا مشكلة ثالثة انه الوقود اللي موجود في السيارات يتجمد الروحاني للمشكلة الرابعة اللي تواجه الناس في مدينة بارانوك لو تلاحظ المشكلة الرابعة انه غلاسز النظارات منازر النظارات with metal frames اللي يكون اطاراتها معدني شف كلمة معدني أوكي frames يعني شنو الاطارات إذن المناظر النظارات التي تحتوي على إطارات معدنية شبهة هذه كان يمكن stick and tell تسق stick معناها تلتسق to your face إلى وجهك يعني تلتسق على وجهك إذا كانت الإطارات مالاتها من المعدن لذلك هذه أيضا مشكلة أخرى فيواجهها الناس في تلك المدينة بعد الروح عانيك المن طبعا هنا بالنسبة للتمرين الأول فقط منفردات وحل وترجمة تمرين الثاني هنا يتحدث لي عن المستقبل باستخدام want اللي هو جاي من الول والناط اللي راح يكون نفي بمعنى سوف لن نجي هنا يقول imagine تخيل you live أنت تعيش in baronic أو baronoc في هذه المدينة baronoc imagine تخيل you أنت live تعيش in baronoc يقول complete أكمل the three sentences الجمل الثلاث وانهن واحد اثنين ثلاثة using باستخدام want اللي معناها سوف لن الأصل مالتها will or not جامعيهن سوى ومختصرين صارت صارت want ودل عليها زمن ع الزمن المستقبل لو تلاحظ I want أنا سوف لن turn off اللي معناها يطفئ turn off معناها يطفئ my car engine اللي هو محرك سيارتي أنا ما راح أطفئ محرك السيارة إذا أنا عيش وين باستخدام بعد I want أنا سوف لن وراح أعتمد على اليمن على ذن المفردات طبعا هو هنا أيضا هو معتمد بالحال هاي هو حالها هنا معتمد على car engine اللي هو محرك السيارة أنا أيضا راح أعتمد على ذن اللي هو ووتا ما فون الهاتف أو يتصل الهاتف جاي هنا glasses اللي هو النظارات راح نيجي الأول وحدة I want أنا سوف لن لو تلاحظ drink أشرب water الماء from a bottle من القنينة من اللي تقول البطل أوكي اللي هو يكون بطل زجاجي أو أي بطل الناشي يقول يقول I want أنا سوف لن drink أشرب water اللي هو الماء from a bottle من البطل نيجي المن نيجي لالبي I want أنا سوف لن لو تلاحظ let أدع my phone اللي هو هاتفي تليفوني get cold get cold يعني شنو يصبح باردا يبرد ليش لأن لا برد البطارية القبل تخلص أعيب I want أنا سوف لن let my phone get cold أدع هاتفي يكون باردا أجل C يقول I want أنا سوف لن لو تلاحظ where أرتدي glasses نظارات مناظر with metal frames مع إطارات معدنية أعيد أنا سوف لن أرتدي ألبس نظارات مع إطارات معدنية ليش لأن it can stick to your face يمكن أن تلتسق بوجهك والسبب هو البرود هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى شرح وتفصيل صفحة 30 تمرين أول تمرين ثاني راح ننتقل الآن ياكم عزيز الطالب على صفحة 31 طبعا هذه الصفحة تحتوي على تمرين أيضا أنا راح أحلهن وأترجم كل المفردات اللي موجودة تمرين الثالث يقول how does the weather كيف الطقص change يغير the things الأشياء عيد كيف the weather اللي هو الطقص change يغير the things الأشياء you do أنت تفعلها write sentences اكتب لجمل think about فكر بالأشياء التالية يعني الفود الأطعمة شون إذا كانت جوحار شلو نوعية الأطعمة شون كان إذا كانت جو بارد شون نوعية الأطعمة drink المشروبات مثلا بالصيف تشرب بالشتاء تشرب clothes اللي هي الملابس شتوية شتائية شتوية وصيفية نجي المن when you go to bed متى أنت تذهب إلى السرير في فص الشتاء when you wake up ومتى أنت تستيقظ بعد the activities الانشطة والفعاليات you do أنت تفعلها من طيلي مثال هنا قال لي إن السماء في فصل الصيف it's very hot إنها حارة جدا سو لذلك I wear shorts أنا أرتدي shorts الشورتس يعني ملابس قصير برمودة ما برمودة والآخر فعلا ذات جوحار shorts فهو يقول هالشي بعد نكتب احنا من يمن اول شي رح نكتب عن الأطعمة في فصل الصيف في فصل الشتاء so I have salads لذلك أنا أتناول الصلاطات الأنواع المختلفة من عدها عزيز الطالب هذا الحل تقدر تكتبه تكتب غيره تقدر تعوفه يعني أنا قاعد أحلك يا من يمي ويعتمد على ويختلف من طالب إلى آخر من أستاذ إلى آخر وكل واحد بكيفه يعني من تروح الغير مدرس الغير ملزم وشوف الحل مختلف ترى عادي وطبيعي نروح علما للفكرة الثانية اللي لعلاقة بالدرينك المشروبات يقول في الشتاء أنا أشرب مشروبات حارة في فصل الصيف أنا أشرب الماء البارد شوف ببساطة نروح بعد هالملابس في فصل الشتاء أنا أرتدي المعطف القبوط البالطو لاحظ معطف في السامة أنا أرتدي التيشرت لاحظ عزيز الطالب هذا باختصار بسيط طبعا أنا ما أكرر علي أنواي لأن ممكن لش مهمات في فصل الشتاء أنا أستيقظ متأخرا لأنها مظلمة يكون الجو مظلم في السامة أنا أستيقظ مبكرا لاحظ بسبب أنه الشمس تطلع من وقت نجي الآخر الشي اللي هي في فصل الشتاء أنا أبقى كثيرا في البيت في فصل الصيف أنا أقضي مو تايم الكثير من الوقت أو تساعد خارجا لو تلاحظ عزيز الطالب هذا بالنسبة للتمرين الثالث نروح أنا أكل من للتمرين الرابع يقول read أقرأ uncomplete أكمل the sentences الجمل أقرأ وأكمل الجمل طبعا هسا هو من طيني هذا المثال it will be hot إنها سوف تكون حارة لذلك I won't wear boots أنا سوف لن أرتدي البوتس اللي هو الحذاء تكرمون الطويلة بوتس معناها حذاء طويلة أكيد إلا حار الجو حتى يعني أكو سكتشر لا سكتشر بعد أكو شركز أوكي يصير بفتحات بعض الأحذية فهو الجو حار فهو ما ألبس بوتس طويل إلما فلو تلاحظ يعني كل واحد رأيك كل واحد مزاجة كل واحد عغليته بس هو هذا اللي موجود It will be إنها سوف تكون hot حارة So لذلك I won't أنا سوف لن wear أرتدي بوتس نجي لها It will be cold إنها سوف تكون باردة رح أكمل آني من يمي So لذلك I won't wear shorts لذلك أنا سوف لن أرتدي قصير يعني ملابس قصيرة قصير shorts ليش لأن cold الدنيا باردة ف It will be cold إنها سوف تكون باردة So لذلك I won't أنا سوف لن wear أرتدي shorts الملابس القصيرة البي It will be snowy إنها سوف تكون مثلجة It إنها will سوف بي تكون snowy مثلجة وهنا رح أكملها So لذلك I won't go swimming ها هم عوزة لذلك أنا سوف لن أذهب للسباح يعني يذبت اللي جانا روح أسباح شون صرحتي So يعني السباح أقصد في نهر في مسباح في وإلى آخر يمو بالبيت يعني So لذلك I won't أنا سوف لن go swimming أذهب إلى السباح نجي للس It will be rainy إنها سوف تكون rainy منطرة شوف أكو تركيز على مفردات الطقص cold snowy rainy windy sunny فهذه كلمات مهمات إذا كان الجو منطر إش راح أسوي So لذلك I will أنا سوف take أخذ my umbrella umbrella اللي هي المظلة ماتي إذا كان إنها سوف تكون منطرة So لذلك أنا I will سوف take أخذ my umbrella اللي هي المظلة ماتي نجي لحنا على D It will be windy إنه سوف يكون عاصفي لذلك So I want سوف أنا لن take أخذ my umbrella سوف لن أخذ اللي هي مظلة لو تلاحظون أكو تشابه بينها لكن الاختلاف هنا will سوف won't سوف لن شوف تغير المعنى سوف أخذ المظلة سوف لن أخذ المظلة لاحظوا يا عزيز الطالب نجل It will be sunny إن سوف تكون مش مس وهنا So لذلك I will wear أنا سوف أرتدي my sunglasses اللي هي نظارات الشمسية هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى شرح وتفصيل صفحة 30 31 قد انتهى درسي انتظروا في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا